تجربة الولادة مع صعوبتها مع ألمها ظل مليئة بالمشاعر وحلوة بنهايتها بس تجربة الولادة مع وحدة إليتين صغير شلون غير؟ مو بس تخفف عليك الألم تساندج طول فترة المخاض تعطيك دافع للاستمرار تعطيك إحساس إنك قادرة ومسيطرة على الوضع شنو يعني وحدة إليتينس للتحفيز الكهربائي؟ التحفيز الكهربائي هو طريقة غير دوائية لتسكين آلام المخب آمنة على الأم والطفل عبارة عن جهاز صغير وخفيف يشتغل بالبطاريات مع إلكترودات لازقة تلصق على الظهر على جانبي العمود الفقري يطلق الجهاز تيار خفيف مستمر يعطيك إحساس بالتنميل فيحفز إطلاق مسكنات الألم الطبيعية بالجسم الإندروفينات ولياتج الطلقة لا تنسين تضغطين على زر التعزيز لقوة تسكين إضافية وتثبيت انتقال إشارات الألم باختصار وحدة إليتينس للتحفيز الكهربائي آمنة من غير أي عراض جانبية تحفز تسكين الألم الطبيعي بالجسم تستخدم من بداية التقلصات في المنزل إلى الولادة ممكن استخدامها في الطريق إلى المستشفى وأثناء التواجد بالمستشفى ممكن استخدامها مع الوضعيات والتمارين المختلفة والحركة المستمرة أثناء مراحل المخاض ممكن استخدامها مع كمام الولادة مع إليتينس سيدري على الألم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر